المؤسسة دابانكر المعهد المالي البريطاني وهذا التقرير حقيقة بيتكلم فيه على مصر كوجهة استثمارية كلام التقرير نفسه اللي صادر من المعهد المالي البريطاني دابانكر بالمناسبة ادي سكرينشوت قدام حضراتكو تقدروا تشوفوها قال انه مصر لا تزال بارزة كواحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاستثمار في افريقيا وبيقولوا ان افريقيا بتشهد تراجع في نشاط الاندماج والاستحواز في 2022 اما الوضع في مصر فهو يتمتع بصحة جيدة في قطاعات التمويل والتكنولوجيا المالية طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا نخد بعضنا ونروح نسأل دكتور يوسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الاعمال المصرين الأفريقى اهلا بيك يا دكتور خير يا سيد يوسري ازاي صح ايه الاحوال؟ كله تمام؟ كله عام تبخير بحاجة بالصحة والسلامة دلوقتي The Banker او المعهد المالي البريطاني بيقول يا جماعة مصر هي النقطة الساخنة الرئيسية الاستثمارية في افريقيا ومع تراجع الاجواء الجاذبة للاستثمار في اغلب القارة الا انه الوضع المالي والاقتصادي والاستثماري في مصر يتمتع بصحة جيدة فاشرح لنا ما معنى تمتعه بصحة جيدة وليه يعني انا اتمنى يبقى صحته اجود واجود بس ليه طيب خلينا نفكر شوية في الاقتصاد والاستثمار الدولي لان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مفهوم الاستثمار الدولي والتجارة الدولية يعني دائما بناخد الموضوعات في بعض الاحيان مثل الشمولية الخاصة بها وبالتالي سندوق الاستثمار وبريطانيا تحديدا من البلد تتسمع والشهرة في تأسيس سندوق الاستثمار وفي الاستثمار الغير مباشر وفي جذب الاستثمارات وتوجيهها وبالتالي لما اصدر التقرير من بريطانيا هذا التقرير بيسمع في معظم سندوق الاستثمار الباحثة عن موطن لتوجيه الاستثمارات وبالتالي عندهم معايير وعندهم مقييز بيختاروا عليها الدول اللي بحركة الاستثمار البيني وصل لمجموعة من المؤشرات لما ياخد مؤشر او معايير زي الاستقرار السيائي او مؤشر او معايير زي الاستثمار الباب componي او معايير زي تنوع السلع الاستثمارية مصر فيها استثمار ممكن في مشاريع النقل في مشاريع الطاقة في مشاريع المستص Crane Europe جنيز اغضر في نواتيك وبن سيبن وبناطيك طاقة النواتج البنية التحتية والمشاريع التي تمت فيها فهنا فيه تنوع السلال الاستثمارية الموجودة طيب لما يتكلم على سوق وحجم السوق يبع عنده 110 مليون لسه ما ده حجم سوق كبير طيب لما يتكلم على دخوله في عمق القرار الأفريقية إذن هناك معايير بتوضع أمام المقيمين اللي بياخدوا قرارات لحركة الاستثمار البايني المباشر والغير مباشر لقياس عليها في التوجه الاستثمار وفقا لألياته طبعا ما فيش أدنى شك بياخد معايير البنش مارك أو المقارنة مع أسواق أخرى النهاردة مثلا في مشاكل أو مواطق ملتهبة زي منطقة روسيا وأوكرانيا في مواطق ملتهبة في أجزاء معينة للعالم في أماكن مثلا جيدة لكن ما فيهاش طاقة النهاردة عندك طاقة كهربائية عندك شبكة طرق عندك مواني عندك مطارات فدي كلها بتؤخذ في الاعتبار يمكن إحنا كمواطن بيكلم على اقتصاد جزئي على اقتصاد فيه مشكلة بتضخم في أسعار ما بيشوفش المشهد بتاع الماكرو أقراميك بتاع الاقتصاد العالمي أو الاستثمار الدولي أو حركة الاستثمار الدولي البايني اللي مصر أسست لها خلال الثمان سنوات الدفاع طيب تعتقد دكتور يوسري أنه إذا هدأت حدة وطأة الحرب لو صح التعبير يعني التعبير مركب أو مش ممكن حاسس أن أنا بألف رواية لا 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 كويسة ماشي كويسة حتى الآن مشيه كويسة طيب إذا حصل هدوء لتبعات هذه الحرب أو هدوء نسبي في هذه الحرب إمتى يتعافى الاقتصاد العالمي حتى لو افترضت أن الحرب دي خلصت بكرة الصبح إمتى أبدأ أشهد تعافي للاقتصاد هو أشوف الفكرة كلها أنه الحرب الوحدها ما كانتش هي السبب الرئيسي بنسبة 100% في مشاكل التعبير العالمي فيه خمس أسباب وخلينا أقولهم لك باختصار شديد وتريعا السبب الأول أن العالم دخل عام 2018 ودين العام العالمي أعلى مرتين بنتج المحل الإجمال العالمي فيه ناس عايزة تدري مشاكلها فيه تقييم خاطئ للموجودات وبالتالي فيه مشكلة الحاجة التانية والمهمة جدا جاحت كورونا ومشاكلها وتأثير ثلاثة الإمداع وتأثير ماذج إنتاج الطاقة وتأثير أماكن إنتاج صناعات المغذية الإلكترونية الحاجة التالتة والمهمة جدا والأساسية دخلت على كل ده هي التغيرات الملاخية ودي ماشية معانا من الطبيعة ومشاكلها وتحدياتها الاقتصادية ثم حق الروسية الإلكترونية ثم عندك مشكلة أساسية ودي العالم كله بيواجهها وكل قليل بيواجهها بحصة وبنسبة وهي الزيادة السكرية المطالبة فعشان نتكلم عن تعافي أو ذات اقتصاد عندما تتوقف الحرب يبقى مبدعيا هنتحدث عن على الأقل 50% هدوء نسبي فيحدث في حالة الاقتصاد العالمي في فترة من سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل بس كده مفهومة وانا كنت عمال بقول يعني في أفضل الظروف تفاؤلا فيها من سنة لسنة ونص لو افترضنا أن الحرب خلصت بكرة الصبح أشكرك جدا يا دكتور يوسري كل الشكر دكتور يوسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة